موسيقى دعا رئيس الأوكراني فلاديمير زالناسكي حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي يمكن أن تضمن وبشكل موثوق السلام والعدالة لبلاده وللمجتمع الأوروبي كما وجه زالناسكي الشكر للجمعية البرلمانية للناتو والتي تبنت قرارات لدعم موقف بلاده لقد دعوت حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي يمكن أن تضمن بشكل موثوق السلام والعدالة لأوكرانيا والمجتمع الأوروبي بأكمله كما دعوت جميع برلمانات الدول الأعضاء في الناتو إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن إعلان روسيا دولة إرهابية أعتقد أننا سنصل إلى هذه النتيجة تدريجيا هذه هي الطريقة التي ستظهر بها روسيا في العالم وأشكر جميع أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو الذي تبنى القرار المتعلق بالأمر لدعم هذا الموقف ومواقفنا الأخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن أوكرانيا نجت من كارثة نووية على وقع تزايد الهجمات قرب محطة زابوريجيا تبدلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولي عن ما لا يقل عن 12 انفجارا قرب المحطة التي تغضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسط تبادل للاتهامات بين موسكو وكييف حول قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيرتها من وقع كارثة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الوكالة الدولية في تقريرها عقب تفقدها الأضرار التي لحقت بالمحطة نتيجة القصف الذي لم تتحدد الجهة التي تقف وراءها أكدت نجاة أوكرانيا من كارثة النووية بعد أن سقطت بعض القذائف بالقرب من مفاعلات المحطة وتضرر مبنى لتخزين النفايات المشعة التقرير كشف أيضا وقوع أضرار واسعة النطاق في محيط المحطة دون الإضرار بالأنظمة الأساسية والمعدات الرئيسية مؤكدا أنه لا توجد مخاوف تتعلق بأنظمة الأمن والسلامة النووية لكن ما زالت المخاوف قائمة خاصة أن الهجوم الأخير وقع على بعد عدة أمتار وليس كيلومترات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية رفائيل جروسي بدوره دعا زعماء العالم إلى القيام بدور فعال وعاجل لإنشاء منطقة آمنة من أجل السلامة والأمن النووية حول محطة زابوريجيا القصف المتكرر للمحطة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثار الكثير من المخاوف بشأن وقوع كارثة خطيرة في البلاد والتي عانت من أسوأ حادث نووي في العالم عقب انفجار محطة تشيرنوبل في عام 1986 اشتركوا في القناة